السلام عليكم ورحمة الله هذا هو هاني اسماعيل من البرنامج الإنجاني لقد قمت بأسئلة من بعض المشاهدين الذين سألتني هاني هل تستخدم الكمبيوتر أبل وماذا تستخدم الكمبيوتر كيف تستخدم الكمبيوتر؟ أعتقد أنه ترى هذا إيقون على أبل عندما أفعل الكمبيوتر وفي هذا الفيديو سألتك ما هي المساعدة التي يمكنك لتستخدم الكمبيوتر لتستخدم الكمبيوتر ومعهدون على الوقت لذا سألتكي المساعدة ومع ذلك بعد أن أفعل الكثير من الناس أعتقد أن هذا هو المساعدة لتعمل مع ايماك ومستخدم المساعدة ومستخدم المساعدة أولاً أستخدم المساعدة هذا هو المساعدة هذا هو المساعدة وهذا هو المساعدة لتعمل مع مستخدم ومشاعدة جداً ومشاعدة جداً كما تعرفون بذلك لتعرفة عبر يجب أن تستخدم المساعدة لكنني تحتاج أن أستخدم المساعدة المساعدة التي ترى هذا هو المساعدة أنا أستخدم هنا محطة هذا محطة هو محطة USB-C أنا أشتغل الثانية هذا الثانية هو هذا لكن يا هاني أين هي المنزل في هذه المنزل؟ الآن لديه هنا هذا المنزل هذا المنزل هو المنزل يمكنك تستخدمه وضعه في مكانك في مكانك وأنا أشتغل إلى هذا المنزل بإستخدام المنزل وعندما أنت باستخدام المنزل فهو محطة جدا حسناً إنه جيد لذلك أستخدم هذا المنزل يسمى المنزل المنزل حسناً ويظهر هنا على إستخدام المنزل أجل أستخدام المنزل لأجل أستخدام المنزل ومجب أجل ويجب أن تستخدم المنزل ويمكنك بسهولة نرى أنت تغير المنزل من هنا يمكنك أن تظهر هنا قد تستخدم المنزل المنزل يمكنني اخبار أي اخبار من هنا. اخبار. سأذهب إلى المنزل. رأيك. اخبار. لذلك يمكنني اخبار 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 من PC إلى Mac جداً. ومن هنا أنني في نتوار الوصول. لا يتم تحضر أي اخبار. إنه جداً. وأيضاً أريد أن أخبرك أن تستخدم هذه المنزل. هذه المنزل. تحتاج إلى تستخدمها في المنزل. وكذلك تحتاج إلى المنزل. إذا كنت لديك أيضاً هذه المنزل. هذا هو أفضل المنزل. يمكنني أن تساعدك في تعمل بما في المنزل والمزل والمزل والمزل. أتمنى أن تجد هذا الفيديو مفيد لك. أراكم في المنزل.